قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردين أن استئناف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتصاعد جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية هو استمرار لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية ومحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية وأكد أبوردين أن كل هذه الجرائم لن تجلب الأمن ونن تحقق السلام لأحد في المنطقة ويجب وقفها فورا مضيفا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها كارثية مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية لعدم إلزامها إسرائيل بوقف هذا العدوان